المتابعات سوء الأحوال الجوية ومن المفروض يتم استئناف سائر العادي للدروس بكافة مؤسسات التربوية بولاية سوسة وغدوة صباح الثلاثاء 24 سبتمبر أيضا وبسبب كمية كبيرة من الأمطار الحرس الوطني يوصي مستعمل الطريق بضرورة توخي الحضر أثناء السياقة وعدم المجازفة خاصة بنقاط الزرقاء. إن شاء الله أثنيزينا لكم جميعا وإن شاء الله غيث نافع يمشي في محل وإن شاء الله. تحياتنا لكم مجددا سعيدة جدا باستقبال ذي في اليوم في الانترفيو. نتقى رسمي للإدارة العامة للدوانة تونسية. العميد شكرا جبري. عميد أهلا وسهلا. تحياتي. مرحبا بك على موجات الإدارة الوطنية في استوديو الوطنية. صباح النور. صباح النور. تحية لك زينة. شكرا على الاستضافة. وتحية للفريق العامة معك. والكافة المستمعي للإدارة الوطنية. شكرا لك على قبول الدعوة. برشة تصريحات نسمع فيها. وبرشة كلمة تحكية وبلغات وبيانات. منك نعرف المعلومة الرسمية. إحباط محاولات كبيرة لإدخال مخدرات إلى تونس. وطبعا أحباطتها لديوانة تونسية. صحيح موجود الكلام هذا. ودجا قاعدين معناها بصفة مسترسلة. قاعدين نهبطوا في كل المحجوزات بتاعنا على المواقع الرسمية لإدارة العامة للديوانة. صحيح للآفة هذه بتاع المخدرات اللي حكينا عليها قداش من مرة في مناسبات سابقة. ولت آفة كبيرة برشة في تونس سواء من حيث الترويج سواء من حيث الاستهلاك سواء من حيث الفئات العمرية المتعاتية سواء من حيث الكميات المتداولة الكميات المحجوزة طرق التهريب وسائل الإخفاء. طرق خطر أكيد فما تجديد في أساليب التهريب بما أنكم كل مرة تحبطوا وطفيقوا بالطريقة التهريب ولكن اليوم الكميات والأنواع شنو أنواع المخادرات اللي كل مرة تحبطها جوانا تونسية وتموا. أكثر الكميات المتداولة هي الحبوب المخدرة الحبوب المخدرة قاعدين شدوا معناها في كميات الاكستازية والبريقابالين خاصة أننا محجوزات معناها كبيرة برشة آخر عملية معناها الأسبوع الفارط في عمق الصحراء دورية معناها تابعة لفرقة الصمار وفرقة المجيسة من التابعين لفصيل التطوين في عمق الصحراء تابعين الوحدة الخامسة في عمق الصحراء دوم كتمكنوا من ضبط تلاثمائة وسبعة وستين ألف وخمسمائة حبها مخدرة من نوع بريقابالين معناها شوف شوف حجم الكمية اللي كانت بشتدخل البلاد داخل مينال بالطبيعة في عمق الصحراء هو بعد الأبحاث الأبحاث هل ترى الكمية هذه كانت ماشية ترانزيت ماشية من بلد مجاور إلى آخر أو كانت داخل تونس خطر حبوب المخدرة ثم كميات تتعدى ترانزيت تعدى معناها من بلد مجاور إلى آخر وثم كميات تدخل التونس ويتم توزيحها في تونس دونك الأبحاث لاحقا هي اللي بشتثبت الكمية هذه كانت متعدية معناها ترانزيت وإلا كانت بشتدخل للبلاد التونسية قبلها كيف كيف كميات كبيرة كسوسوعة في ميناء حلق الويد عنا 1390 معناها جرام من القنة بالهندي معناها في العلبة تعطرات وتمواد التجميل عنا في المطار كيف كيف معناها الآخر عملية اللي تم الإعلان عليها 6.5 كيلو جرام كوكاين معناها في كمية من الخف النسائي معناها هذه زادة عملية نوعية قبلها كيف كيف 4 كيلو جرام معناها بمسافر حاتهم معناها لبسهم في الجسم متاعه بالفطنة بتاع العوان تمكن باش يتفطن لهم بدون أي تجهيزات وبدون حتى شيء فقط معناها بالفطنة والذكاء بتاع العوان في رصة جديرة 10.7 كيلو جرام من الكوكاين في عملية أخرى معناها هذه خاصة أني أنت يكون تسأل فيها تواع النوعيات هذه من النوعيات الجديدة اللي ولا تدخل بلادنا اللي هو الكوكاين الكوكاين اللي كنا ماناش متعودين به معناها في سنوات ماذا كانت حتى تدخل تدخل كميات ضئيلة الآن الكوكاين ولا متداول برشة ولا مطلوب برشة في البلاد ولا معناها الاستهلاك ولا ثم أقبال تونكي ثم كميات كبيرة قاعدة تتهرب وقاعدة تتعجز معناها ثم طلب في تونس وهذا اللي مثل بالحق اختر على أولادنا حمد لله عنا وحدات معناها قاعدة فيقة وعنا وحدات قاعدة تتصدى للعمليات هذه كي تقول فيما طلب معناها نحن نقول واليوم هل نحن معادش منطقة عبور معادش تتعدى المخدرات هذه من إله وتعتبر تونس منطقة عبور وإلا ليه ومعا أن نحكيه على استهلاك وترويج أيضا أي صحيح خاصة في القنة بالهندي والكوكاين ولينا معناها ولينا ثم الاستهلاك وثم الترويج في تونس فقط الحبوب والمخدرة هي ثم كميات تتعدى ترانزيت معناها من بلد إلى آخر لكن فيما يخص الكوكاين والقنة بالهندي معناها بنسبة تقول 100% كل الكميات التي تم حجزها هي الاستهلاك في تونس والترويج في تونس وانتي قاعدة تشوف حتى كي نربطوا معناها المعلومات في بعضها ونربطوا لقاعد ساير خاصة الجرائم في الأوساط الجرائم قاعدة تصير في الأوساط الشبابية وفي ديجون 15 سنة و16 سنة و17 سنة انتي تسمع كتفل معناها مينور يدخل البانكة معناها يعملوا بركاج البانكة والأولاد مينور يعملوا بركاج التاكسي وإلا أولاد مينور يدخلوا الدار معناها هذا الكل ناتج معناها عن استهلاك الحبوبة وعن استهلاك المخدرات اللي بالحق معناها والتي تمثل خطر على شبابنا تمثل خطر ولزمها مقاربة كبيرة مش مقاربة أمنية فقط حتى وأنتم الأمن وأيضا الدوائن قايمين بالمجهودات ولكن برشة أطراف أخرى تتحمل المسؤولية في هذا لكن كتقول من عميد الكوكاين والمخدرات من القناة بالهندي من أكثر مخدرات طلبا القناة بالهندي نفهمه ونعرف الوضع متاعه حتى ربما ما هو شي غالي كما الكوكاين كوكاين من المخدرات الغالية كيف ايش الى بورتيدو طول مونت كوكاين. معناها رغم ذلك تم الاقبال عليها وهذاك علاش اللي يتعود على خطر يتعود على استعمال الكوكاين يزبي قديم يستعمل الكوكاين. وهذاك علاش تولات تم العباد تمشي للبركاجات وعباد تمشي للسرقة وعباد تمشي للفكان وتمشي للنطرة وتمشي لهذاك علاش باش يوفر باش يوفر الاموال باش يستهلك. هذاك علشه تو معناه عملية البركاجات علش موجودة هي تو باش يوفر الاموال باش ينجم يستهلك احتطاع بوتخم يانسوير مالاش رو معلاش قتلك رو مربوطين ببعضهم مربوطين ببعضهم دونك ينزم يوفر الاموال باي طريقة كانت باش يستهلك هذاك علش الاستهلك كما قلت انتي المقاربة المقاربة ما هيش امنية فقط تو ما احنا احنا ولا الوحدات الامنية ولا الحارس ولا المصارح الجيش الوطني ولا القاعدين عاملين بجهود كبير برشا في الحدود وفي حماية الحدود ولا حتى في الانتروفونسيون بتاعنا داخل البلاد وقاعدين نحزوا في كميات كبيرة لكل مقاربة الامنية ما تكفيش ثم العائلة عندها دور معناه الاب والام رو عندهم دور يزم يتبعوا ولادهم يتبعوا الشباب بتاعهم خاصة المتعاتين في الدار معناه يبدأ ظهر الانسان المتعاتي والانسان يعمل بركاج وإلا يجيب فلوس وإلا يجيب دبش وإلا يجيب تليفون وإلا يجيب موتور يعني الأب والأم إذا كان ما يكفيش لأولاده وما يسألوش مليا ليك هذا ومنين جبتو وما ينهوش أولادهما ما يأسوش على أولادهم وإلا الأب معناه تلقى ولدوا ويبات في الشارع وإلا الأم تلقى بنته ويتلقى وايبات في الشارع وما يتبعوش وما يؤطروش أولادهم مجتمع المدني كيف كيف التحسيس وسائل الأعلام معناها يعملوا كيف كيف في زم حمالة تحسيسية وتوعاوية اللي سنتر بتاع البشيدوي وهالمرضة هذو ما يلزم ندعموهم يلزم يخدموه معناه كل الأطراف يجب تحط اليد في اليد ساعات العائلات الميسورة رب يزيدهم ولكن حتى المصروف اللي يعطيوه لصغارهم بشكل يومي أو أسبوعي يكون المبلغ كبير شوي ولي ما يتبعوش ولي يصرفو ومش على خاطر عندك يمساش رب يزيدك معاليش تعطي الكمية المبلغ كبير هكيك ومتبع عشان بعد وتخلي صغير كوالي فيكتيم وسهل يستقطبوه في المخدرات وفي حاجات أخرى ساعاته صحيح صحيح موجود موجود كما قلت زينة موجود كل شي موجود معناها علش قلتلك معناها الناس الكل رأيه الناس الكل رأيه بساهمة فل فلحوا جذية الناس كل مساهمة بصراحة ما نجموش ورأو شوف حتى الطفل هذاك ثم شكون يعتبروا ضحية نجموحنا نعتبروه مجرم ومتعاتي ومروش وثم شكون كتجي من شيرة Sharing تقول لا هذاك ضحية ضحية المجتمع ضحية ابوه لما تبعوش ضحية أمه لما تبعتوش ضحية الدولة ظحية الدولة اللي مثلا ما أطرتوش ضحية الدولة اللي موفرتوش مثلا وين يلعب وين يمارس هوايات وين النوادي اللي كانت موجودة في المدارس النوادي اللي كانت موجودة في المعاهد اللي كانت تقبل مهيش موجودة كانوا لأولادنا معناها يتحصروا وكانوا يقعدوا في الشارع دخولة في بلده يقرأ أعطين في الشارع أم كانت بنتها تقرأ في المعهد كانو خارجوه كساعتين مقاشا، مقاشا وقاعدوه في القهوة وقاعدوه شجرة وكهو قاعدوه في التركن، ومقشا ومحرمات ومقاشا ويتعلمو حتى مقاشا اتعلّم الشهور إذا كان تتخلط للأعباد المستقيمين في الشارع وتقعد معهم وتتعود بالقعادة معهم بالخروج يعني أنت زادت تعمل كيفهم بارشة 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 نواحي يلزم ناخذوها من النواحي لكل باش النجم ونتصدهوا للأفة هذه والنجم وننقذوا شبابنا على أقل الجيل الصعد على أقل الجيل الصعد منتونا بدونا نحضروله باش ننقذوه أنا ديما نقول العائلة بالأساس تتحامل المسؤولية الأول في الدار في علاقة مباشرة في التأثير في الكريم في التوعية وحتى فيه كمية المبالغة التي قاعدتها وين تصرف وين تمشي عليه شو بنتك ولا أودك ما يبيتوش البرر في عدة مشاكل نحكيوا مقاربة أمنية واجتماعية وغيرها عميد أساليب التهريب قاعدة تتجدد أكيد ساعتنا سمعوا إحباط ديوانة تونسية لتهريب كمية كبيرة من المخادرات أخر التهريبات في النجاح بتكون بخلاف الفريزي دي هو لنواع الكل معناها استعملوهم المهربين ما كتعرف المهرب يزيب ديما يستنبط طريقة جديدة خطر كل ما تتكشف طريقة وطرق التقليدية القديمة ذيك معناها الأكل عليها الدهر وشاربة ديما الولي المهرب يستنبط وكيما المهرب معناها يبتكر أفكار جديدة كيما أعوان الدوانة كيف كيف معناها عندهم الخبرة وعندهم الكفاءة اللازمة بايش يتفطنوا كل الأساليب المعتمدة معناها وحكينا حتى في عديد المناسبات على بعض الأساليب الغريبة والعجيبة اللي تمت معناها لقينا مخدرات في علب الشوكولاتة لقينا مخدرات في قوارير الشامبواء لقينا مخدرات في علب الحلوة في علب الشاي في علب القهوة في الماكينة بتاع رحيان الحم لقينا مخدرات في التروتينات لقينا مخدرات في ريزيرفورة بتاع موتور لقينا مخدرات في العجالي بتاع الكرهبة لقينا مخدرات في خزان الوقود لقينا مخدرات في الآلات الكهرومنزلية تحكي عليها منتي لقينا مخدرات في كليماتيزور في الكياس معناها فرقة جابس تفتيش وسيلة نقل هذا كليماتيزور في وسط الكليماتيزور حبوب مخدرة الأخير هي كما كنت نحكي لك في الخفة النسائية معناها حشاك في شلايك معناها مخبي المخدرات في خزان الوقود في العملية الغريبة بتاع مطار توسكرتاش معناها المتجد في شهادة عالمية في شهادة ع 어�ر تنذر وهي مفروش في شهادة عالمية ومغلف ببابيسيلوفان معناها تشد الورقة تعالى المتجد لصفحة وهي مفروش بكلها بالكوكاين ومغلفة ببابيسيلوفان يعني ما يظهرش الكوكاين ميدرش كتشوفة شوفة كاني ورقة صحيت بلاستي فيه من تالي بكلها مفروشة بالكوكاين ومغلفة بالبابيسيلو فهل معناه وتبعثت من برا في كولي بوستوت بعثت من برا على اساس شهادة وعلى اساس السيد قاري وماخذش هادة جامعية حمدو لله حمدو لله معناها هو الفتنة بتاع العوان بتاعنا وهو الذكية بتاع العوان هذي العون هذي العون هذي العون هذي العون وحده هذي العون وحده خطر هي جات في مغازة التسريح ديواني تابع لي مطار تولي سكتاج لأ مغازة التسريح ديواني مش كولي بوستو دونك العون بالذكاء بتاعه وشاف اللي شهادة معناها الوزن بتاعها والكالي تيم بتاع البابيسيلو ما هوش عادي دونك شك وبالفعل بالفعل معناها الشك بتاعه كان في محل وتفطن لها كيما كيما عديد العمليات لاخرى كيف كيف حتى ما غير سكانير بالفطلة بتاع الاعوان يعرفوا خطر بالخبرة بتاعهم وبالتمرسوا بتاعهم ولا ويعرفوا كيما مثلا اللي يجيوا يبدوا بالعين الطمرة احنا نسميوها الطمرة يبدوا بالعينها كيف كيف هذي كمعناها بالخبرة بتاع الاعوان يعديوه معناها على الجهاز معناها الراديو بالتسخير بطبيعة يعديوه على الجهاز الراديو بالفعل يكون معناها الشك بتاعه في محله يعرفوا يعرفوا العوان بتاعنا معناها يعرفوا كل شيء متمرسين ويعرفوا العمليات هذي كل معناها الشك في الاعوان بتاع ديواني وتحية كبيرة لهم للمجهودات الجبارة اللي قاعدة تصير خاصة الناس لشهد المعابر الحدودية كان عارك ومعروك مع المواطنين الرئيف ومحبش ودهي حكينا فيه الموضوع حد وإحنا بيدنا كصاحفين وقت صال اللقاء معاكم في الإدارة العامة لديوانا مرجناكم بالأسرة وحاولنا ننقله وفهمنا شوي لكن المواطن العادي ما يفهم شوانا جاي بمروحة بحوية جوانا تونسي مقيم بالخارج ومروحة بدبش يجين يعاون ديوانا يقول لي من أين لك هذا ولا هذا ما يدخلش وهذا ما تدخلش كيفاش نعرفه خاصة نحن اسمعنا وقرينا بلاغات وانا في الخارج قريت بيان تسهيل لدخول المقيمين بالخارج احنا شوف هذاك عليش نقبل الموسم الصيفي كان شوفتش انت معناها هو السياسة بتاعلي دار العامة للديوانا السياسة الاعلامية هي سياسة منفتحة ونعولوا برشا على الانفتاح وكيما قاعد تشوف انت عندك كل طلب نبداو على ذمتكم جميع وسائل الاعلام سواء الخاصة سواء العمومية سواء المكتوبة المسموعة المرئية كل وسائل الاعلام عند اول طلب نبدو على ذمتهم ونوفرو لهم المعلومة هذا الكل لي فيت وخيرنا المستمعي المواطنين وانا مواطنين بالخارج وقبل كل سنة ديما نعمل حملة اعلامية ديما نعمل حملة اعلامية تحسيسية توعوية تثقفية معناها انعرفوا بكل القوانين والاجراءات والتارتيب الجاري بهالعمل لي فيت مواطنين بالخارج وقلنا في عديد تفسرنا ماعناهاها وماعناها أغراض الخاصة. ومعناها الفرنشيز أنويل ومعناها الفرنشيز أنويل ومعناها الفرنشيز تنبورير بناسبة العودة المؤقتة بتاعك كيف تجيب كرهبك كيف تجيب مطور كيف تجيب إلى جانب هذا قلنا رو عنا وسائل اتصال إلكترونية عنا بريد إلكتروني عنا الهاتف الجوال عنا الهاتف القارع عنا قاعة العمليات عنا المكاتب الجهوية في مستوى على مستوى كل ولاية هذا من كل على ذمة وخيان موتينا بالخارج ووفرنا المعلومة وقولنا راول أدباش في عديد المناسبات راول أدباش راول أغراض الخاصة تنجم تجيبها على الفرنشيز أنويل TM الفرنشيز أنويل معناه مواطن عايش في الخارج بش يجي عادي في تونس عنده الحق كل سنة فيما قيمته خمسة لف دينار أغراض شخصية جوديبيا أغراض شخصية إذا كان عنده فواتير نقيمه على الفواتير اللي عنده إذا كان ما عندوش فواتير تقيم الديوان حسب الأسعار في السوق المحلية وحسب بيسوينا حرب مش مش نحسبوها بالدينار وبالمليم ديما نقول وحسب التقريب والأغلبية الأغلبية اللي دار للأعوان الديوان وضباط الدول اللي عاملين في المعابر الحدودية الأغلبية ديما يعطيوه المارش أكثر لفايتة المواطن معناه ما نشدوش صحيح في هذي لا هذي غالية برشة وهذي رخيصة برشة وهذي تفوت خمسة ملايين وهذي الأغلبية ديما نعطيوه الطوليرانس لفايتة المواطن معناه ما مش مناش نحسبوها بالدينار وبالفرنك فهمتي أما القانون يش يقول عند العودة المؤقتة بتاعك كل سنة عندك خمسة دينار تجيب به أغراض خاصة ثم عبادي شي يعمل هو ثم عبادي شي يعمل تلقاها الخمسة لاف دينار استهلكها استهلكها في أول العام استهلكها مثلا جا في مارس وقالها جا في أفريل جا في راس العام ورجع في الصيف صحيح استهلك الخمسة لاف دينار بتاعك يجيب في الصيف يعاود يجيب أغراض أخرى ويقول لك ليش بيك فكيتهم لي ولش بيك عملت علام تاكساسيو علشان خالص علام أداءات ما قلتولي عندك الحق في خمسة لاف دينار لكي يشروع قلتاني اغطاً خمسة لاف دينار لاف دا겠 pc في أول عام خمسة لاف ف Metal كل شخص عنده الحق في خمسة لاف دينار ن MB 했습니다 بالنسبة للآثاث الآثada نريك هذه نهائية معي طرف الآث في تحب الإطلاق اثاث تحب تجيب بتنوم ولا تحب تجيب كوجينا ولا تحب تجيب فروشيت ولا بيتنوم لأولادك ولا اي اثاث منزل وتجهيزات منزلية تفتح دوسير بتاع اف سيار بالطبيعي يزم تكون معناها عندك اقامة في الخارج تفتح دوسير بتاع اف سيار ويقيدوا لك الاثاث بتاعك على الاف سيار بتاعك وتدخلوا بيدور ما تخلص حتى اداءات ومعاملها سواي فما حدود مثلا مبلغ جم 50 الف دينار موقعنا الاف سيار بتاع الاثاث 50 الف دينار اللي هي قبل كانت 30 الف دينار والات 50 الف دينار ناجي بتجيب به اثاث لفيت المنزل بتاعك برفوية مش كل شخص طبعا هذا الامتياز يستثنى منه الامتيازات مثلا او الاثاث اللي يكون عندها سبغة تجارية صحيح صحيح كل ما هو عنده سبغة تجارية لا يدخل في اللاف سيار ولا يدخل في فرانشيز انيويل اللي عنده سبغة تجارية هذاك واحد وعنده قوانين خاصة تنظبه يجب تجيب رخصة تجارة من عنده زارة تجارة رخصة توريد من عنده زارة تجارة برخصة توريد هذيك تعطيكو زارة تجارة رخصة توريد تجي للمصالح الديواني تخلص الاداءات والمعليم وترفع الاغراض متاعك وإلا زادة المعدات اللي عندها سبغة مهنية مثلا جايب تفور وإلا جايب مكينة بتاع قهوة وإلا جايب مكينة بتاع تصنيع بتاع انتاج وإلا جايب كل ما هو مكينات عندها سبغة مهنية كيف كيف هذيك زادة ما تدخلش في الفرانشيز هذيك يزمها زادة رخصة توريد من وزارة تجارة هذا بصفة موجزة التبغ والكحول والمشروبات هذيك بأنواحات داخلك في اللي مروحي عادي خلقين عندي في الدار وش دوك دخان وغير الحبر أو حمص علي؟ بيانسير كونسومسيون هذيك بيانسير في حدود الاستهلاك الشخصي بتاعك مش بيجيب عشرة قوارير كحول وبش يجيب عشرة عشرة كيلو معسل ولا بش يجيب بيانسير الاستهلاك الشخصي بتاعك عندك الحق في كرتوشة دخان على ما أظن وعندك الحق في واحد لتر واحد لتر كحول على ما أظن على كل باسبور؟ اي على كل شخص عليك كربو فيها أربع عائلات كل واحد عنده الحق في الكنسومسيون بتاع كل واحد عنده الحق في الكنسومسيون بتاع هل انت لقى الانتفاع بالسيارة الثانية؟ بدا بدا بطبيعة خلال شهر رجواء منذ شهر رجواء وحكينا عليه هذيه قلنا رأوا كل شخص مقيم بالخارج والات عنده الحق الامكانية في أنه يجيب في أنه يجيب سيارة ثانية كل عشرة سنوات قبل اللف سيار كانت مرة واحدة مدى الحياة بعد قلنا رأوا لات كل عشرة سنوات تتجدد اللف سيارة ذيه بطبيعة شروط أنه تكون شروط جديدة أنه تكون معناه في كل سنة أحنا مدى ما نحسبه اللف سيارة على السنتين الخرانين معناه مينموم يجب يكون مقيم سنتين في الخارج جديد في الدكري جديد أنه يجب يكون على الأقل خلال كل سنة ما مضاش أكثر من 183 يوم في تونس قبل كان ما يجبوش يفوت 120 يوم في تونس قلنا برش عباد تخسر اللف سيارة بتاعها على خاطر قعد في تونس يأمر قد في السبيتار لذروف صحية يأما عنده مشروع في تونس مثلا قعد يتابع في المشروع بتاعه يأما مثلا جات كيمة البريود بتاع الكورونا تحصلت العباد من جبتش يتروح يلقى روح وفات 120 يوم في تونس نوك يخسر 120 متتالي متتالي لا لا حتى متقطعين حتى متقطعين كانت تقبل ما يجبوش تفوت كل سنة في كل سنة ما يجبوش تفوت 3 شهر 120 يوم في تونس قلقينا برش عباد تخسر تلاف سيارة بتاعها أردناها معناها كل سنة ما يجبوش تفوت 183 يوم في تونس معنا عندك حتى تقعد 6 شهر في تونس خلاله كل سنة وما تخسرش أف سيارك دونك هذي حاجة جديدة الحاجة الأخرى اللي قلنا راو تنجم تدخلنا السيارات الإبريد والسيارات الإلكتريك في اللفسيين نجم واحد يشيب سيارة إبريد واللي سيارة إلكتريك الحاجة الأخرى كيف 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 تعملها زادة أراس وقال تخلص عليها 25% انتي وش تحب تختار اللي تحب ويجيها بالنسبة للي شروط القيادة متاحة بخلايف صاحبها متبادلتش الأراس هي بيدها دونك اللي زال صندوق اللي دي صندوق الأصول والفروع والأخوة والأخوة عندهم الحق بشي بشي سوقوا السيارة بترخيص بطبيعة في مكتب الدوان يعني البو والأم والأخوات إنه جمي سوقوا السيارة والأولاد إنه جمي سوقوا بطبيعة دونك السيارة الأراس الحاجة الأخرى دونك يلزم لأما مبلغ الأداءات والمعاليم اللي بشي خلص بيه السيارة يلزم يكون متأتية من عمليات توريد عملة لازم تعرفوا المصدر متاحة كيفيش خلصها هو داخل بالكره لا قلت لك المبلغ الأداءات والمعاليم اللي بشي خلصهم على الكره بقى يزم يكونوا متأتين من عمليات توريد عملة يزم يكون جيب دوفيز من الخارج توريد العملة وأكيد دي مع هذي الأكثر مشكلة للفيديوانة تونسية والديوانة فكت لفلوسي والديوانة فكت لفلوسي والديوانة فكت لفلوسي والموطار وأنا جيب فلوسي وجيب عملة صعبة يخي فكل فلوسي التصريح بالعملة الصعبة عميد إجباري؟ إجباري في حالات وقلنا في عديد المناسبات ترى توريد العملة حر توريد العملة حر وما فيهوش معناها حتى ضوابط وما فيهوش حتى سوية معناها تنجح بتجيب العملة قد ما تحب فقط وقتاش إجباري توريد العملة إذا كانت جاوزت عشرين ألف دينار ما يعادل عشرين ألف دينار تونسية وهذا بطبيعة جاي بيه قانون قانون الإرهاب لا لا جاي بيه قانون التصدي مكافحة الإرهاب وتبيض الأموال ما هوش مجال التصرف جاي بيه القانون هذا دونك أي مبلغ يتجاوز عشرين ألف دينار يلزم يتم التصريح به أبليغاتوار وإلا بالطبيعة إذا كان عندك حساب العملة الأجنبية في بانكة دونك مش تمشي تحط المبالغ ذيك التع العملة في الحساب البانكي بالطبيعة البانكيجي بيش يطلب عليك التصريح بالعملة سيناو ما يقبلش عليك الفلوس وإلا إذا كان إنتك يتبدأ مروح راجع للخارج بيش ترجع معاك أكثر من خمس ألف دينار تونسية يطلب عليك التصريح عند التوريد يقول لك هسكو صرحت باهم عند الدخول خطر إلا كان معندكش تصريح عند الدخول دوك مثلا ماش ما يثبت إلي انتي فلوس الزكرة يجبتها معاك ساعتش تبدأ مطبوعة على الباسبور عادة شنو الناس اللي يتبدل مثلا في المطار وهي الجاية تكون عندها غير تعلقها يعطيوه تصريح يعطيوه ديكليه راسيو يمشي المكتب الدواني يعطيوه التصريح بالعمل يخليه عنده التصريح ذاك باش يأما يصرف بيه في البانكة يأما بيش يقوم بإداع مبلغ في الحساب البنكي يأما كي يبدأ راجع بش يرجع معاها مبالغ بالعملة الأجنبية يستظر بالتصريح هذا يقول لهم روه فلوسي لاني جبته معايا خلت إذا كما يستظرش بالتصريح معانا الفلوس هذي كدنش بيكون مخذها بالمارشينوار من تونس وبرجحها معاه للخارج اذا كي يزم يثبت اللي هو المبالغでي بقبع عون الديوان ويكون صارح ولا يقول لغا ما يكون شيaining صارح لا går في الطبيعة اول حاجه وقت � جي��تنا لعاون الديوان بيش يقول لو عندك شي حاجة مش تصرح به كالك اول حاجه يقول لو عندك فلوس بش ينصرح به ولا هو يبادر واحده ما يستنى حتى نسمع العون الديوان ، و Bisign Hadle باش يصرح بالمبالغ بتاعه ويصرح وياخد تصريح بتاعه وهذا كعلاش ننصح المواطنين باش يستحفظوا على التصريح بالعملة وباش يستحفظوا على وصولات إبدال العملة في البنكة خاطر يستحقهم عند الخروج رو خاصة اللي يجيبوا مبالغ كبيرة رو عند الخروج رو أعوان الدوانة ينجب يتحروا معاهم على المبالغ اللي جابوا هذيك وين المقال متاحها وين دو كيزم يستظروا اللي هما تم إيداحهم وإلا صرفهم لدى وسيط مقبول كي تتفك معاش ترجعنا فلوسنا انتي والتحريات وقتها عاد انتي وكا بركا ما نقولوش في المطلق معاش ترجع أما كا بركا يشوفوا ينجب هو يكون إنساء الورقة في الدار ينجب يكون هو أسحب من البنكة ووقتها سبت وحد ما عندوش ما يثبت اللي هو أسحبه من البنكة البنكة مسكرة ثم وضعيات كا بركا ثم التحريات بتاعنا بتاع أعوانها بطبيعة المختصين إذا كان أثبت اللي هو في وضعية قانونية ينجب القانون ينصفه إذا كان منا يثبت بطبيعة والمخالفة معناه ثابت عليه بيصير ذو كي يتم استصفاء أمني فيت خزينة الدولة الناس اللي يتمشي للجازير التونسيين اللي يخرجوا من الجازير ويلقوا ساعات وسؤال جانا ساعي ماد يقولوك أنك ينسافر للجازير ساعات يسألوني يا شهير ثلاثين ثاني ولا أعطيك كل خبر للرياض يقولوك الديوانة يقولوها وعندك فلوس لازم أقل من عشرين ألف وخمسين ألف يقولوك مانيك بش نرجع تاكسي وتخونس بور ساعات الكره باللي بش نخلصه وغيره قديش لازم نخجو بعملة تونسي إيش نح تعدوه العملة التونسية العملة التونسية القانون واضح من تورس الجزائر مجلة الجزائر ولا حتى جواتيمال أيوه قديش نخفر نحن ديما نقولو الخارج ميبناش في البلد وين ماشي هو القانون واضح مجلة الصرف واضحة ممنوع منع بات تنتظير والتوريد الدينارات التونسية لا توردها أقل ما خمسين دينار ما اسموح بي ما تميش مبلغ قتلك ما تميش معناها حتى دينار بياسة ينجم يفك هو لك وكيف يباش خمس تاكسي هما هاني قتلك هاني قتلك ثامة طوليرانس ثامة طوليرانس ساعات الأعوان يتسامحوا مثلا يخلي لك عشرة لاف تحتك باش تبع تخو تاكسي مش تبدأ متعدي وتحتك 100.000 ولا في 300.000 قالوا شو مش ناخد بها بتاكسي نحكي لك أنا قانون رو حتى دينار بياسة يفك هو لك رو ممنوع ممنوع التوريد والتصدير دينارات تونسية ممنوع شكرا جزيلا العميد شكرا جابلين تقرسمي للإدارة العمل لديوانة تونسية فاتكم الانترفيو كاملا نتلقاه على صفحتنا الإذاعة تونسية وصفحة ستوديو الوطنية جمال تحية زينة زيديو زينة منذ قليل ماروينة دريدي في الإخراج شكرا رفيقة دريدي شكرا سامي العرفيوي شكرا بيق ليك ريفيو كامل للفريق وما رح بديش شهير في النشرة المفصلة للرياضة أجمال تحية زينة زيديو شاية طيبة أدمع معنا أحنا